اشتركوا في القناة قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وذكرنا أن الصوت يعني ركزنا يشار الصوت على الغناء الغناء المحرم اللي يقول له اسمه الغناء المحرم هو هو إذا كانت الكلمات زين هادفة والصوت جميل يزين الرسالة وليس فيه خضوع بالقول زيد وليس مصحوب بالمنكرات زيد ولا يكون على حساب الواجبات زيد المسألة الأخرى ولا يكون سبيلا لإلهاء الناس عن الإسلام وخلق القرآن تقرأه وكنت لهم على الصدارة مشكلة إذا كان بهذه الظوابط استمع استمع نعود له نعود لهذا نعود لهذا الظوابط ليس الإسان إن شاء الله تعالى اللي متفقع العلماء الغناء زيد هو كلام لكن الكلام ينبغي أن يكون مضمونه زيد رسالة هادفة هادفة بانية الثانية زيد الكيفية أن تؤديه إن شاء الله بصوت جميل جميل مزيان لأن النفس تحب الجمال كما تحب زيد أن ترى الجمال تحب أن تسمع الصوت الجميل وهكذا ثم بعد ذلك واسم أخر الثالثة إن شاء الله أن لا يكون فيه خضوع القول إلا كانت المرأة ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض والربع زيد ألا يصحبه المنكرات زيد الخامر والاخطيلات والعري وكذا ما فيه هش هذي والخمسة واسموية ألا يكون على حساب الواجبات والسادسة ألا يكون القصدوبين هو كما قلت سيد ربي إلهاء الناس لإضلال الناس هذه خمسة إن شاء الله إذا توفرت في أي كلام طيب برسالة هادفة بصوت جميل مع الموسيقى ولا ما عاشي من الموسيقى الموسيقى صوت فاستمع وأنت ترى أن مثل هذا يزيدك إيمانا حتى قال الإمام الغزالي من لم يؤثر فيه الكلام الطيب مع الصوت الطيب زيد فهو أجلف وأشد قسوة زيد من البهيمة العجمة حتى النباتات نباتات تحب الصوت الجميل خرير الماء ودروا واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى تجربة ما بين النبات اللي ما عندوش صوت مزيان بوحده والنبات خرد هذا صوت انتع موسيقى ولاحظوا أن ذلك النبات يتفاعل عند استماع هو معرفة ليش طريقة على استماع ولكن هذه هي تجارب خلينا هذا باللعنة هذا أغلقنا هذا الملف إن شاء الله تبارك وتعالى الآن واستفزز من استطعت منهم بصوتك الصوت هو ليس فقط صوت الغناء الفاجر الذي يظل به الشيطان الناس ولكن هناك أصوات كثيرة وهو كل صوت زيد يدعو إلى محاربة الإسلام أو إلهائك عن الإسلام سواء بالغناء بالخطبة بالفيلم بالمصرحية كل نوع من الخطاب ويختلف الخطاب من زمان إلى زمان فكلما تطور الزمان كلما صارت وسائل الاتصال وخاصة المؤثرة أكثر ومختلفة ومتنوعة وتجد أن هناك من الأصوات من هي أبلغ في التأثير من صوتي شكور خطي لأنه قادر لكل كلام تعال خطيب واسمه هو من الأصوات يعني العتيق اللي بدأت منذ القدم يعني لها دورها وأهميتها ولكن هل تكفي؟ هذا الصوت لا يسمعه طبعاً إلا من يقصد المسجد ونحن إنما نريد أن ندعو الناس جميعاً والإسلام عالمي هؤلاء كالذين لا يأتون إلى المسجد بأي صوت إن شاء الله نخاطبهم بأي لغة إن نخاطبهم والعالم والفضاء قد امتلأ بالأصوات بالغناء بالمصرحية بالسكتش بالمونولوج بيايايايايايا السخرية السوداء قد تقرأهم يعني بزاف طبع المسجد بزاف ولذلك تجد أن هذا الصوت الشيطاني موجود وهو الآخر يؤثر كثيراً العلماء ركزوا على الغناء لأن الغناء في هذا الوقت رك تشوفوا أغنية مدفوشة ما فيها لك لمزيان لولو والرقص والخلاعة تخرج اليوم سبعمائة مليون مشاهدة مليار مشاهدة الناس ركزوا على قضية صوت المهم للشيطان هو الغناء لكن هناك أصوات اسمعوا إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي إذا صلحا صلحا الناس وإذا فسدا فسد الناس الأمراء والعلماء الأمراء والعلماء الأمراء والعلماء لأن الأمير يسمع له الناس كثيرا ويثقون فيه فإذا كان يكذب عليهم ويخدعهم ويشيع فيهم عبر وسائل الدولة وسائل إعلام التربية التعليم يشيع فيهم والعياذ بالله برامج الهدف منها هدم الفضيلة وإبعاد الناس عن الدين الله 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 ربي يا ربي يا ربي هذا أخطر من الغناجة وإذا كان المستلافة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم مالك كذا المالك الكذا تكذب لأن كذبه ينطلي على الأمة كلها مالك كذا وتجد أن هؤلاء المستبدين عياذا بالله يقولون من الكلام ما لم يقوله الشيطان هم يتعامرون على الأمة مع الصهاينة وإذا خاطبوا الأمة خاطبوها بلسان غير اللسان الذي يخاطبون به الأعداء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن منستهزئون الله يستهزئ بهم ويمد في طغيانهم يعمهون ما أريكم إلا ما أرى أليس لملك مصر لن ينازعني على هذا الكرسي أي أحد أنا حق بالك أنا حق وإذا تكلم على الدين قال إن دينكم هذا ينبغي أن تراجعوه وحتى تراجعوه لا بد من أن تخرجوا منه لأنكم لا تعرفون حقيقة إلا إذا خرجتم منه لتحكموا عليه وأن الجنة لم تخلق أبدا للمسلمين إنما يدخلها كل خلق الله والعلماء يسمعوا والعلماء يسمعوا ولذلك أكبر إن شاء الله تبارك وتعالى جاء هذا الحكام وذلك أغلب والعياذ بالله ما يقومون به من رسائل يوصلونها إلى شعوبهم عن طريق وسائل الإعلام أغلبها هادمة في بلاد المسلمين ويأتي على رأسها واسمه صوت الإعلام صوت الراديو صوت التليفزيون صوت الموقع صوت صوت المكتوب الصوت المقروع الصوت المسموة يا لاطيف بل أمموا هذه الوسائل ولم يسمحوا أبدا للأمة أن يكون لها فيها مصيب فيمنعون أسمه أي صوت للحق أن يظهر على تلك الوسائل بل القانون عندهم ينص على منع أي صوت للحق أن يدخل إلى الإعلام لكي يخاطب الناس بل يلغون صوت الحق حتى من المساجد حتى الذي يقبلونه بأن يخاطب الناس وفق ديني في المساجد ينبغي أن يكون بمواصفات ويحدد له الخطاب كيقول تجديد الخطاب تغيير الخطاب تجديد الخطاب تغيير الخطاب خطاب الديني خطاب عتيق خطاب كذا وفهم يا الفهم الفهم يا الفهم ولذلك تجد في الإعلام ثلاثة أنواع من الإعلام إعلام فاجر 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 هذا قرر أعداء الأمة أن يؤيدوه ويدعموه على طول الخط ولذلك كل من يتفرج ويكون مصدر التلقي فقط هو هذا الإعلام فعلا يخرج بانطباع على أن المسلم عياذا بالله لا علاقة له بهذا الدين الذي جاء به رسول الله إذن هذا إعلام يدعم ما يريش والإعلام الثاني واسمه هو الإعلام الثاني يحارب ما هو العلم الثاني اللي يحارب؟ الإعلام الباني والهادف ومتى كان للأمة إعلام هادف كانت شي بعض القنوات ولكن كلها لها مسحة خاصة يعني حتى هذا الإعلام اللي هو اسمحوله المستبي الدين لكي يقولوا بالإعلام ديني عنده توجه خاص وإذنك حننصبوه على المشكل كبير واحد صعوبة كبيرة باش توجه كل شي هالشي وتفهم الناس سكنتايا باش توجههم يخس تكون عندك وسائل واسمه إن لم تكن في مستواهم فعلى الأقل إن شاء الله أنت زاحمهم لأن المسلمين الذين يغارون على الدين وعندهم أموال الآن لا يفكرون أبداً في استثمار أموالهم لإحياء الكلمة الطيبة والصوتي الذي يحمل الحق إلى الناس وتتركوا الساحة للأصوات الشيطانية التي تحمل الباطل للأمة تقول لني إنسان جاهل بالدين ديالي يا صاحبي المسلمين يسقسوا على شيء أسئلة تتعجب تقول لها ربي هذا وزيدين ما عن مسلمين إذن هناك إعلام يدعم هو إعلام الفاحشة إعلام الفساد إعلام الطوائف التي تريد عياذا بالله أن تغرس في الأمة واسمه نزعة العصبية للعرق للديني للغة لتشتيتي الأمة وتفتيتيها من الداخل هذا مش تروع ديال العديان هناك إعلام وأخواني واسمه إعلام إعلام التطبيع وإعلام التهويد وإعلام التنصير والدعوات نطع النصرانية مونتي كارلو وغيرها 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 من ورائها إديولوجية وأهداف مسترة لكي تظل الناس بغير علم وما أكثرها مقصود مقصود وأن هناك إعلام آخر يستهدف عقيدة الأمة ويفسح له المجال وهناك إعلام فضل يعني لم يؤسسه هؤلاء الحكام ولكن أسسه من وضعهم على الكرسي وكان الغرض منه واسمه هو تحسين صورة الأعداء عند الأمة وكسر الحاجز النفسي للأمة ضد هؤلاء الكفرة فهمت واسمه؟ إعلام واسمه الدور تعالوا شما ديال؟ الدور تعالوا شما ديال؟ الدور تعالوا شما ديال؟ ها؟ هو القضاء على ركن العقيدة في الولاء والبراء يعني باش يبقى اليهودي والنصراني بحال بحال والسلام عليكم لأن نطرح السؤال لماذا يكرهنا العرب؟ قالوا إذن ما نقوش فقط غير قتله ونديره يخصنا لابد تكون عندنا قنوات في هذه البلدان تتكلم باللغة العربية وننفق عليها من أجل تحسين صورة المستعمر والمستخرب والذي يأخذ خيراتنا فعلينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نجعل صورتهم مقبولة أي تكسير الحاجز النفسي للأمة ضد جلاديها تدفع الأمة لكي تحب جلاديها وتحب من يسفك دمها وتحب من يغتصب أرضها وتحب من يسفك وتحب من يهدم المساجد على رؤوس مصليها وتحب من يلقي البرامل المتفجرة على بيوت المسلمين فتزهق أرواح الأطفال والنساء هذا الشيء اللي يبغل هذا الإعلام هذا الصوت استفزز من استطعت منهم بصوتك هذا صوت خطير جل الإعلام من زيش نطول فيه صوت خطير هذا قصو دراسات ويتسأل الإنسان كيف الأمة تعرف خطر هذا الاستلاح زيك وهي متخلفة فيه تعرفوا شكون هما المتخلفين في العالم في مجال الإعلام شكون هما قولي شكون هما شكون هما شكون المسلمين راحنا عارفين مسلمين شكون هما في المسلمين الحركات الإسلامية السنية أما الشيعة عندهم أما المسلمين المستاقل عندهم يعني الغريبة صوت الشيطان عبر الإعلام هو المرتفع وصوت الحق في الإعلام منعدم وإذا وجد إما طائفي إما بدائي إما فنحن منهزمون في المعركة الإعلامية رغم أننا أننا نحمل الحق ما أعظمها من رسالة رسالة الإسلام ولكن أهلها عاجزون عن تبليغها محاميها فاشر إحنا ما صلنا شعد المحامي دفع لي قال قامت دفعش عنها الإسلام غيب اللغو إن عليك إلا البلاغ الإسلام لا يحتاج أن تدافع عنه فأرواح البشر في العالم تأنه من وطعة تصحر الأرواح وجوعها ولا يجدون غذاء الأرواح إلا في الإسلام الذي جعله الله مناسبا لفطرة القلق فطرة الله التي فطر الناس عليه أجمال شتو شتو شميريكانيين يفوتوا في الشوارع وجايبين القرآن وكاي يقولوا ما ستسمعوا لكم النصاراه ما رأهم سكيرا مدبرج هات سبعات وقاتوا بكي ويبكي ويقولوا واسموكاين يقولوا هذي قدر السكينة وشي حاجة شي حاجة سبحان الله أسدي أنت يغيب اللغو قامت دفعش عنه تربه هو اللي رأيت فعله يريدون ليدفعون الله والله متمون قام هذا خاطئ خاطئك أنت قضية ترك الدفعش كيف يدفع دفع على رأسك أنت أنت اللي تحتاج للدفع على رأسك أنت من الذي قمت به حتى تبلغه لأن الله أمرك أن تبلغه فأنت الآن مؤطر بتأمر الله لك لكي تبلغه هذا هو المقصود إذن الكلام على الصوت أنت الإعلام إن شاء الله تعالى طويل على حقاش لك وغادي بقول نزيد ونهضره على المصراحيات اللي فيه ونهضره على الأفلام وعلى المسلسل أي صوت نتعي الشيطان الذي يريد هدم الدين فالآن انتهي ولكن هذه واسمه هي هذه واسمه هي شثارات وإشارات وهذه من اللي يبغي اللي يبغي يبحث فيها يدي مثلا رسالة على الدكتوراه ولا تعالى أخر في الإعلام أو لا ويتكلم إن شاء الله على نسبة صوت الحق في فضاء دنيا الناس يجيب الإحصائيات يجيب الإعلام ويجيب الأنواع تعالى المواد الإعلامية ويجيب كلا ويجيب كلا ويخرج بالنتيجة يقولون هال مسلمين هوسموا داروا مع أمر الله تعالى اللي قالوا نبلغوا شوف الوسائل شوش شو وسائل الإعلام شو يعني نسبة الوسائل في التواصل في لغة الدعوة عند المسلمين وشوه الأخرين منصارة وليهون إعلام وأموال ومحطات لا مجال المقارنة ونجيب عند المسلمين تعالى الدول المسلمين نشوفوا الإعلام تحهم كده إعلام يصب في الأهداف والخانة التي يصب فيها أعلام الأعداء زيدوا معهم زيد المسلمين طواعف إعلامهم يصبوا أيضا في خدمة أهداف أعدائهم أرى أن الحركة الإسلامية السنية الوسطية المعتدلة ما عندهاش لا ربي اللي رأى باقي هذا الدين باش تعرفوا بل يا ربي سبحانه مرات والناس عاد تدخل للدين في أوروبا وتدخلوا للدين وحنا متخلفين في كل شي إذن هذا إن شاء الله تعالى إذا صرح زيد الأمراء الأمراء اللي هو ما شرتها الخطبة الأمراء يصرفونه تقريبا عبر الإعلام أكون تشوفه غناء والعلماء هل يجري الشيطان رسالته عبر لسان العلماء السيدة النعام قال رسول الله الساكت الساكت عن الحق شيطان أخرص هذا ساكت هذا الشيطان ولكن الشيطان زينون تعرف الزينون ما اسمه بكوش 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 يشوف المسائل الدين الدين يعتدى عليه الشريعة تنتهك الحرومات تزداد المنكر يعلو وتعلو رايته ويعطى للمفسدين يعني الإعلام لكي يخاطب الأمة ويحرم الدعاة وكل ش هو سكت أو دي قول شي حاجة أو دي خلينا رحنا ركا ولذلك الشيطان الأخرص الشيطان وأما العالم الذي ينطق بالباطل فهو شيطان ناطق الله شيطان ناطق صوت إبليس هل يجري الله كلمة الباطل على لسان العالم يجريه ولا يجري يجريها لا سؤال خارج هل يجري الله تعالى كلمة الباطل على لسان العالم الصادق قد يجريها في بعض الأوقات في غفلته ولكن هذا ليس دأبه لأن العالم يزيل العالم يزيل لكن أنا ما رجل أدر على العالم الذي يغلط خطرها 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 لا يعني العالم كيف وما كان يخطئ ويوصيب ولا اجتهد مع هذا العلم الذي عنده ويوصيب عنده أجر اخطاء عنده أجر لكن لكنك تكلم على كلمة شيطان يجريها على لسان العالم الصادق نعم بعض المرات عالم قداش ويوصيبه مسكين يغلط يصبح يقول شي حواش قاما في محلقة يبقى حاير يقول واش هالعالم قال هذه عباد الله هالعالم الجليل صاحب يقول هالكلمة هذه حتى ذك المسلم العادي بفطرته يقول والرهي ما ظننت أن هذا العالم يقول في هذه مسألة هذه القضية مش هذا اللي نهضر عليه لا نهضر عام العالم الذي يجري الشيطان على لسانه الباطل على طور الخط علاش اللبع الآخرة دياله بدون غيره الذي يطلب منه أن يفتي له في قتل الناس فيفتي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يغوي الناس يضلهم يغوي فكان ولو شئنا لرفعناه بها لو شاء الله تعالى لجعله عالما ربانيا يدعو إلى الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لو شاء الله لا رفعناه ولكن أخلد إلى الأرض مغى الدنيا مغى الدنيا إذن فه لسان الشيطان يجري على لسان العالم الأخرص الذي إذا تكلم وقف إلى جنب الباطل ما نزلش نطول فهش رام عروف أو هناك أصوات أخرى بحالة أصوات أخرى المشكيكين والمشعوذين والكهانين والسحارة واش كاي يمش عند الكاهن من أتى كاهنا فصدقه بما يخور فقد كفر بما ونزل على محمد يعني الأمة في المشي في المشي يخلي والعالم في المشي عند الجزان عند السحار عند الكاهن عند المشعوذ الصوت نطع الشيطان مقصود نطعوه بعدك على الدين لا احتنكن احتنكن أي أقطع صلطه بالإسلام احتنكن نطعوه في الجدرة بهذه الأصوات كانش أصوات أخرى أو لا ما كان كانش أصوات أخرى يقول الصوت واسم من بعد يالو مش تعرفوا لأنه كان بعض العلمان اللي قالوا غير غناء وسكتو كان ولكن الصوت هنا واسمه كل صوت لأنه ربي واسمه قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك صوتك لم يحدد أي لكن نحن نعرف أن الصوت ده الشيطان واسمه هو هو كل صوت يصل إلى الناس مضمون رسالته تشكيك الأمة في الدين إبعادها عن الدين إما أن يكون مضمون الرسالة كما قد يبقوا نشوفوه شبه وإما أن يكون مضمون رسالة شهوة إما أن يكون مضمون الرسالة شبه وإما يكون شهوة شهوة بحالك شهوة بحالك بحال 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 إذن خلينا إن شاء الله صوتك ركو ديته واحد الفكرة الشيطان لكن إن شاء الله بغيت نركز على واحد قضية استفزز من استطعت منهم من نعيبك بصوتك ياك فالول يستفز ما معناه يستفز ما معناه يستفز ها يخسي يخسي يجيب دك إذن اللول واسمه بصوت واسمه وغادي لكم بصوت واسمه يخرجك من الحصن كأنك متحصن في حصن الإيمان ما دمت ذاكرا لربك ما دمت مع الله ما دمت مراقب الله ما دمت لست غافلا عنه ما دمت لست تنساه فأنت في حصنه يخس يخرجك من ذاك الحصن باش يزمر لك الصوت أفلان 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 أخرج إلي عندي لك كل ما تشتهيه النفس وتلذه العين وتستحسنه الأذن ويحبه القلب وينشرح له الصاد جئتك بسعادة الدارين أخرج أخرج أخرجك بني أخرجك واسمه واسمه مراه وأجنب عليهم بخيلك وارجلك فيحيطوا بهم بجيشه الجيش واسمه فيه الراكبين والموشات منذ جيش خرجك من هنا خرجك بالصوت التعو الآن غاد يدور بك ليقتلك هو القتل دي لو ماش يقتلك الجاساد ماش تخسر الدنيا ما دور ما حيلا يقتلك وتمشيل الجنة لا هو يقتل فيك الإيمان احتنكن أن يقتع صلتك بالدين حتى إذا ميت ميت على غير الإسلام لكي تخلد في النار فيقوا أيها المسلمون ما أعظم هذا القرآن ما أعظم كلام ربنا رسالة الله التي أرسلها إلينا هكذا نتعامل معها بهذه المبالات والغفلة كلام العزيز ربي حبيبي سيدي مولاي هكذا نتعامل معه فكل ما أصاب الأمة من إفلاس في مجالات العقيدة والأخلاق والعبادات في مجالات التخلف الحضاري كله بسبب امتعادنا عن كلام الله رحم الله وحكيم الدعاة أبو الحسن ندوي الذي كتب كتابا ملكا شاب شوف لها العنوان ماذا خسر العالم بانحطات المسلمين العالم كل شيء خسر لما بعدت الأمة عن رسالة الله وللأمة أنتع محمد هي بعدت على الرسالة من الذي يحملها من الذي يحمله أنتم من حملكم الله أمانة حملها للناس فكيف تركتموها إذا أنا غفت إحنا الآن الشيطان لغالهم ثم خرجوا لغالهم باش باش بالغناء المزمار والفيديو كليب والرسالة عن طريق المسرع عن طريق السينما عن طريق الملجمين عن طريق الكهان عن طريق الفجرة عن طريق النصارى عن طريق كلهم يستهدفوني هذه هما الصوت الذي يجعلك تنتبه إلى طريق الشيطان أنت قلت في طريق ربي محصن هوا الغالك فتركت الطريق وانتبهت إليه أنت تخرج وتسمع ها الخطوال فيحيط بك أجلب عليهم بخيلك ورجلك قضع لها لهم ذلك هذه فرصتك أيها الشيطان هم يسمعونك هم يسمعونك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وسنرى في اللقاء القادم